الجهاز التنفسي بينقسم لجزئين جزء علوي اللي هو Upper Respiratory Tract وجزء سفلي اللي هو Lower Respiratory Tract احنا النهاردة هنتكلم عن الجزء السفلي واللي بيبدأ مع القصبة الهوائية بس الاول اهلا وسهلا بمتابعين القرآن في المختصر المفيد وما تنسوش ان رابط الملف الخاص بالفيديو هسيبه تحت في الوصف اللي اللي حابب يحمله القصبة الهوائية بتتفرع لشعبتين اساسيين او للدقة اكتر اسمهم الشعبتين الاوليين Mini stem or primary bronchi بحيث ان كل شعبة منهم بتدخل الرئة الخاصة بيها ومكان انقصام القصبة الهوائية بيطلق عليه اسم كارينا واللي بيكون تقريبا عند مستوى الفقرة الظهرية الخامسة T5 ولو حبينا نعمل مقرنة سريعة بين الشعبتين فاحنا هنلاحظ ان الشعب الرئاسية اليمنى اوسع واقصر وعمودية اكتر يبقى الright main broncas wider shorter and more vertical بينما left main broncas narrower longer and more horizontal than the right بعد دخول الشعبة الهوائية الاولية صرة الرئة بتبدأ تنقسم لشعبات ثانوية او شعبات فصية secondary or louper bronchi والشعبات الثانوية بتبقى ممثلة لفصوص كل الرئة بمعنى ان الرئة اليمنى بتتكون من 3 فصوص فبالتالي الشعبة الهوائية الرئاسية اليمنى بتتقسم ل3 شعب ثانوية superior و middle و inferior والرئة اليسرى بتتكون من فصين فبالتالي الشعبة الهوائية الرئاسية اليسرى بتتقسم لشعبتين ثانويتين بس وهما superior وال inferior الشعبات الثانوية بتتقسم بعد كده لشعبات اصغر منها بيطلق عليها اسم الشعبات الكطاعية او الشعبات الثالفية segmental or tertial bronchi والsegmental bronchi بيتمتد داخل كل قطعة من فصوص الرئة وبيطلق على الجزء او القطعة دي اسم broncopalmonary segment وكل الرئة بتحتوي على 10 قطع من ال broncopalmonary segment وكل جزء منهم بيقوم بوظيفته بشكل مستقل لذلك ممكن يتم عملية استقصال جراحي لكل جزء من ال broncopalmonary segment بشكل منفرد بعد كده شجرة الشعبات الهوائية بتنقسم لعدة مرات لحد ما توصل لاجزاء اصغر منها وهي الشعبيات او ال bronchiules واللي بتستمر في انقصامها لحوالي 23 مرة لحد ما توصل لاصغر جزء وهو ال alveoli وال alveoli هي الوحدة الوظيفية للجهاز التنفسي واللي بيتم تبادل الغازات بينها وبين الدم داخل الشعيرات الدموية وده طبعا عن طريق جدار ال alveoli اشتركوا في القناة